وإلى أخبار الاقتصاد الأمريكي ونبدأها بأخبار العملة الأمريكية دولار حيث هبط إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل اليان اليوم مع تحول جيرون باول رئيس الاتحادي الفدرالية بقوة إلى التيسير النقدي على عكس كازو أويدا محافظ بنك اليابان الذي تحدث عن التشديد النقدي ويحوم دولار قرب أدنى مستوى له في ثلاثة عشر شهرا مقابل اليورو وتراجع مقابل الجنيه الاسترليني ليقترب من مستويات شهدت آخر مرة في مارس 2022 مع تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بان من المبكر جدا إعلان الانتصار على التضخم مما يشير إلى موقف أقل حدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن خفض الفائدة